عندك الطائفة التي لم تكن قلقة هي السنة فكان عندك الدروس قلقون ثبتوا مواقعهم ولا زالوا المسيحيين بعد كل القلق بعد كل المنافع بعد كل ما يسمونه نضال للحفاظ على البقاء للحفاظ على الوجود رجعوا تكتلوا بالـ 2016 واليوم الشيعة حققوا مكتسبات السنة الذين كان كل تعاطيهم مع الدولة مع مؤسسات الدولة لم يتعاطوا بمنطق الطائفة بمنطق الانغلاق بمنطق شد العصب هم الذين يعيشون حالة ذوبان سياسية حاليا حالة انعدام وزن انعدام دور بفعل هذه المعايير التي تقدمت على معيار الدولة أو مؤسسات الدولة وهذه أحدى المفارقات اللبنانية أيضا لأنك عملت هذه المقاربة الشيعة مثل أنت تقول هذه المكاسب كانوا يخدوها بالعضلات يعني كانوا عم يضطروا يعملوا سبع أيار وكفت الحكومة أنا ذاك من بعدها اضطروا يروحوا بمعرك لياخدوا وزارة المالية ليمتلكوا هذا التوقيع الثالث هل اليوم كل هذه المقدمة للقول أنه اليوم نحن رح ننتقل لمرحلة الشيعية السياسية اليوم وحزب الله بدوا إياه بشيء يعني إذا ما بدوا إياه يعني مؤجلي بالنسبة لأله لأنه عم ياخدها مع رئيس جمهورية لأله إذا لا فلتطول المسألة من 2011 نحن في حقبة الشيعية السياسية منذ نجاح الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري وعلى السينسين دخل في حقبة الشيعية السياسية بين 2005 و2011 كانت مرحلة انتقالية فيها صراع وفي توازن بعد 2011 والانقلاب على السينسين انتفت بهذه الحقبة التي مثل ما قلت تواجد انتصاراتها بانتخاب ميشيل عون لرئاسة الجمهورية أي الحليف الاستراتيجي للحزب هلأ الحزب شعن بيقلك طبعا كلهم حققهم بالعضلات أو بالسياسة ما فيش نص دستوري معه هو يستند على وزارة المالية صحيح والتي هي اتفاق مبدئي بكل الأحوال هلأ البعض بيقول انه لا بوقت كرست باتفاق الطائف بس لأنه كانت المرحلة كانت وقت الترويكا مع السوري كانت مؤجلة يعني وقت الرئيس الراحل رئيس شهيد رفيق الحريري برضو أقررت أو البدك يسميه سياسية مش بالنصر هلأ حزب الله شو بدو يقلك بدو يقلك أنا هذه الأمة القلقة التي تعيش في مخاطر دائمة أحتاج إلى رئيس أثق به هذا الرئيس الذي أثق به هو سليمان فرنجي لابد من انتخابه وعمله الحكومة وخلونا نعمل تسوي تعيد انتاج بعض من التوازن وبتبقى صيغة مثل ما هي إذا انت بدك تجي تقول له لا هو رح يطرح عليك فكرة تغيير النظام تعديل النظام الضمانات الدستورية اللي بدك ولكن هذا أعتقد أنه يحتاج إلى مسار أطول المشكلة وين المشكلة أنه مش الحزب هو الذي يقدم في الإعلان عن ذلك هناك قوى أخرى علما أن هذه القوى الأخرى بموازين القوى القائمة لا يمكنها أن تحقق ما تريده إلا إذا ما أرادت أن يكون هذا التعديل مقدمة لتحقيق نوع من إنتاج حدود جديدة داخل هذا الكين هل لديهم قناعة بهذا الشكل يعني اليوم بهذا الموضوع من هون هذه الطروحات لأنه إذا لا يكون فيه غباء بالسياسية إذا أنت ما عندك هذه الموازين وعم تروح تتعدل الصيغة إيا أنك مقتنع أنه خلاص منروح على حدود جديدة وشكل جديد أعتقد للك وهناك الكثير من المشاريع التي ترتبط بهذا الأمر يعني لساد لساد عشية جلسة هذا بدون بيطلب مصار طويل طبعا بس هذا كله نتاج الأزمة السياسية عدم القدرة على نتاج فكرة على تقديم فكرة وعلى تقديم رؤية أو مشروع للحل بحالات العجز طبعا بحالات العجز تلجأ القوى الممثلة أو القوى السياسية أو القوى الحزبية إلى مثل هذه الطروحات التي فيها الكثير من التفلت يعني من هون سادة عشية جلسة الانتخاب بالفريق الآخر شدنا كأنه كان إعادة إنتاج خطاب 14 أدار أنه نحن اليوم نروح ننتخب لنسقط اليوم وحصل تقطعات على هذا الموضوع نسقط اليوم سلامان فرنجية مش مهم المشروع مش مهم الاسم بالنسبة للبعض كسر مفعيل سبع أيار اليوم ومنطق الفرض اللي عمله حزب الله أديش تستقيم برأيك هذه المقاربة اللي حصل يعني انطلاقا من كل إذا بدك هذه اليوم القراءة اللي عملت أديش اليوم مع هذه القوى تستقيم هذه القراءة ويصير أنه معهم حق بهذه السردية من هذا الجانب بغض النظر مين معه حق ومين ما معه حق هناك قوى تعتبر نفسا كسرت هذه القوى هي المارونية السياسية أو المسيحيون إذا بدك والسنة بالتحديد الدروز خسروا إذا بدك سياسيا بالمعركة العامة بالتكتيك بالبقاء جوه لا هناك قدرة على الحفاظ على ما توفر أو على بعض المكاسب لذلك هذه القوى التي تعتبر نفسها أنها تعرضت الانتكاسات كان لابد لها من الاجتماع على رؤية أو على موقف تم التقاطع على ترشيح جهاد أزعور هذا التقاطع يمكن أن يستمر قويا في حال استمراره في حال البقاء على هذه الفكرة وليس في حال تسربت بعض القوى أو بعض الجماعات أو بعض الأحزاب باتجاه طرح مرشحين آخرين لأن ذلك لن يدفع القوى المتبقية إلى الالتحاق بمثل هذا الترشيح الثالث وهذا بدأ واضح أبرز المتقاطعين معه لهو الوزير جبران باسيل سحب إيده من الوزير جهاد أزعور بعد بالمقابل التليفزيوني بل بي واضح الكلام اللي قاله بس عم بيحكي بالوقائع هو عم يفتح طريق إنه إذا كان فيه مجال نروح نحن والحزب على تفاهم على اسم ثالث بيفتح الباب للتخلي عن جهاد أزعور طالما هذا الشي مش متاح لا أعتقد أنه سيتمكن لهو ولا أي طرف آخر من الذهاب إلى خيار تالث لأنه رح تتكرر تجربة ميشيل المعوض وسيكون هناك ضعف أكبر وستتحقق وجهة نظر حزب الله الذي قال 51 فعاليتهم أكبر من 59 واحد اثنين ال51 سابتين ال59 متحركين ثلاثة مثل ما قاله الحزب للودريون وقت اللي إجا أنه نعقد كذا جلسة لطلع ميشيل المعوض للأربعينات بينما نحن من أول جلسة جبنا 51 وهو دي ال51 سابتين بينما أي فريق يخرج من التقاطع المقابل سينخفض عدد أصوات المرشح إلى أقل من 50 ربما ترجمة نانسي قنقر